المشهد اللي حنشوفه ده هو مشهد متدول بشكل كبير جداً بس ولد مصري القضية مش مصري وكويتي يعني القضية هي أخلاق ممكن على فكرة بين اتنين مصريين يحصل ده لكن اللي حصل لأنه انتشر بشكل كبير والبعض خده بأن معقول فيه والد لطفل منافس يهزمه طفل مصري يقوم يعتدي على الطفل الفائز بهذا الشكل انتقاماً ده المشاهد اللي احنا هنشوفها اللي انتوا شايفينها على الشاشة اهو والولد الطفل مصري بيحتفل بفوزه وشوف والد الطفل الكويتي عمل فيه ايه القضية زي ما بقولوكو مش مصري وكويتي يعني إنما هي القضية فيه أخلاق سواء هنا هناك القضية فيه ضمائر القضية فيه تصرفات شازة بهذا الشكل يعني الواحد لا يتخيلها حتى يعني احنا لسه هنشوف واحنا بنشوف المشهد هنحاول نجيب الاستاذ محمد والد الطفل يوسف وهو لأنه الحياة بيعمل محضر على الاعتداء على ابنه لفظياً وكمان فيه الكابتن حمادة بستوي مدرب الطفل هنحاول نجيبه لكو ده الرياضة بتعلم الناس الأخلاق وبتعلمك الروح الرياضية لأن الرياضة هي دايماً هوا شايفين المشهد مش ممكن يا جماعة مشهد قد قد تتخيله بسيطاً يحدث كثيراً لكن لو ما نزعجناش لمشاهد من هذا النوع فالحقيقة هنلاقيها بتنتشر بشكل كبير وخلاص وهي سلوكيات الناس يمكن إنها بتتدنى بأشكال مختلفة يعني بس الحقيقة ده مشهد مزعج ويدايق ويخليك يعني متعصب نفسياً ده حتى الكبار يجب أن يكونوا أكثر حكمة يعني يعني ممكن إن يعملها الصغار يعملها العيال يعني إنما الكبار يجب أن يكونوا كباراً يعني وأكثر حكمة ويقتنعوا إن الرياضة فوج وهزيمة والمهزوم اليوم قد ينتصر غداً والمنتصر اليوم قد ينهزم غداً وده اللي بنتعلمه من الرياضة لغاية ما نجيب لكم بس التليفونات المتعلقة بهذه الواقع